انا عايزة اقول ان الكل قصة بطل والكل بطل حكاية وبطل قصتنا النهاردة واحد من اساطير كرة اليد الزمالكوية طبعا كابتن عمر صلاح اسطورة الزمالك لكرة اليد هو بطل قصتنا هنروح لبطل قصتنا وبعد ذيها هنروح لفاصل على طول ونستقبل بعد الفاصل ضفنا كابتن طارق سعيد نجم الزمالك قال سابق لكرة السلة واحد الكوادر المحترمة جدا اللي بنتشرف بيها بالتأكيد كادر زمالكاوي بيقدر انه بجد يعني يبهرنا في كل البطولات سواء انه استضافة بطولات حقيقي واحد من الكوادر على مستوى كرة السلة من نادي الزمالك اللي احنا بجد بنفتخر به بشكل كبير جدا هنتكلم معاه في امور كتيرة جدا عن فريق الزمالك سواء في الدوري او الكاس او البطولة الافريقية ولكن بعد الفاصل استنونا بتعدي السنين وبتتوالى الاجيال وبيفضل فريق كرة اليد في نادي الزمالك زي ما هو ما بيتغيرش مصدر لتخريج الاساطير والابطال ولما تحب تتكلم عن اساطير كرة اليد في نادي الزمالك ومصر هتلاقي الكابتن عمر صلاح من اهم نجوم لعبة العمالقة واللي سطر تاريخ كبير استحق ان يكون بطل من ابطال القصص الجميلة في تاريخ قلعة ميت عقبة تاريخية واللي لازم نعرفها ونعرف الاجيال اللي جاية بيها عمر صلاح اشتهر بين الجماهير بألقاب كتير منها قائد الدفاع وابن النادي وده لانه قضى مسيرة ولا اروع بين صفوف الكوماندوز حقق خلالها عدد كبير من البطولات والألقاب عمر صلاح بدأ رحلته مع كرة اليد وهو صغير وانضم لفريق الناشئين بنادي الزمالك سنة 1997 وبعدها تصعد بين فرق الناشئين لحد ما وصل للفريق الاول وبقى من اهم اللاعبين وكان قائد للفريق من سنة 1991 والحد اعتزاله في سنة 1994 عمر صلاح ادر في 15 سنة لعبهم مع الزمالك انه يحقق بطولات كتير منها دوري ابطال افريقيا 3 مرات وابطال الكؤوس مرتين والفوز بالدور الممتاز 6 مرات ده غير الفوز بكأس مصر 7 مرات بطولات اسطورتنا النهاردة الكابتن عمر صلاح مش بس مع الزمالك ده كمان تقلق مع منتخب مصر وشارك مع الفراعينة في كأس العالم مرتين وحقق لقب بطولة امم افريقيا مرة واحدة وبعد اعتزاله اللعب انجازاته ما انتهتش لحد كده ده بدأ مسيرة جديدة من النجاح بعد ما اشتغل مدير اداري بقطاع الناشئين في نادي الزمالك وبعدها مدير للفريق الاول قبل ما يبقى رئيس جهاز كرة اليد لمدة 3 سنين عمر صلاح مسيرة مميزة لنجم كبير وبطل قصة من قصص الكوماندوز اللي ما بتنتهيش ترجمة نانسي قنقر